أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جد في ملف إدارة المخلفات وذلك ضمن الاهتمام العالمي المتصاعد بملف تغيرات المناخية وجهود مصر الحسيسة في هذا الشأن وقالت وزيرة البيئة أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات قام بعقد سلسلة اجتماعات بوفد بنك التعمير الألماني لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات حيث تم استراد خطة عمل البرنامج الوطني الحالية والمستقبلية ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات